تحية الرياضية عن اللجنة التحكمية في الاتحاد الكروي والمستوى العام للصفارة العراقية والقرارات التحكمية والأخطاء التي ظهرت بشكل واضح في الدوري العراقي هذا الأمر وقضايا أخرى سنترحها على المختصين والمعنيين بالشأن اسمحوا لنا بمناسبة شهر الفضيلة شهر رمضان المبارك أن نتقدم بأحر التهاني إلى الأمة العربية والإسلامية أجمع ونسأل الله أن يمنى علينا على شعبنا العراقي بالخير والبركة والإيمان والأمن والأمان وتقبل الطاعات مشاهدين بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقرات صدر رياضة خليكم ويانا ورمضان مبارك موسيقى نجدد الترحيب بكم مشاهدين أكرام وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية والتي نبدأها مع تحدي جديد ومغامرة قرية أخرى بانتظار منتخبنا الشباب بكرة القدم بعد أن أوقعته قرعة بطولة كاس آسيا تحت 19 عاما في مجموعة حديدية سيكون منتخبنا حامل ألقب لخمس مرات تحت أنظار النقاد والمحللين ثانية كونه يضم عناصر موهوبة صنعت له الإنجاز على مستوى الناشئين قبل سنتين في الدوحة بالتالي فإن حسابات مدربية المجموعة الثانية ستكون معقدة نظرا طبعا لاختلاف الخصائص المهارية والفنية وحتى الخططية بين الفرق الأربعة مشاهدين بالعودة إلى القرعة فقد أجريت يوم الجمعة الماضي في مقر الاتحاد الآسيوي مراسم سحب قرعة كاس أمم آسيا للشباب وأسفرت القرعة عن وقوع العراق في المجموعة الثانية التي تضم أيضا اليابان وتايلند وكوريا الشمالية ومنذ إعلان القرعة لبطولة كاس أمم آسيا للشباب التي ستستضيفها أندونيسيا خلال الفترة من الثامن عشر من تشرين الأول وحتى الرابع من تشرين الثاني ومنذ إعلان القرعة حتى انطلقت التساؤلات حول مصير منتخب الشباب بعد الوقوع في مجموعة ليست بالسهلة يتحمل قحطان شثير بالتأكيد مدرب منتخبنا الشباب بكرة القدم مسؤولية كبيرة في البطولة المرتقبة كون العراق متوج بطلا بكأس آسيا على مستوى الشباب في خمس بطولات سابقة مشاهدين بخصوص تأخر فترة الإعداد لمنتخبنا الشبابي وكذلك عن واقع المنتخب وما ينتظر المنتخب قبل انطلاق البطولة فقد أفصح شثير متحدثا بأن المجموعة قوية جدا وضمت منتخبات لها ثقلها وهي مستعدة بشكل جيد منذ وقت ولهذه طبعا البطولة لها مكانتها وطبعا مستواها الفني فاليابان فريق غني عن التعريف والحال ينطبق على منتخب تايلند الذي دخل بقوة للمنافسة أما كوريا الشمالية فهو منتخب اعتاد على المنافسة في بطولات الفئات العمرية أكد أيضا تشثير أن المنتخب العراقي بحاجة إلى معسكرات يعني يتجمع من خلالها الفريق ونشرف بشكل مباشر على تغذيتهم وتكثيف تدريباتهم وتنظيم أوقاتهم بين التدريب واللعب والراحة نحتاج إلى عدد من المباريات التجريبية قبل الدخول في البطولة أضاف أيضا تشثير من خلال مشاهداتنا كجهاز فني لمنافسات الدوري المحلي حددنا عددا من اللاعبين سيتم إضافتهم للفريق الحالي ويتنافسون مع بعضهم لحز موقع في القائمة النهائية التي ستشارك في كأس آسيا يتوقع تشثير بإضافة ما يقارب سبعة لاعبين لكن الآن محمد داود على ركلة الجزاء وترقب كبير من جانب لاعبين منتخب العراقي بل والجماهير العراقية الكبيرة التي تراقب الموقعة محمد داود يا سلام كل مصلحة المنتخب العراقي هدف التعادل يأتي لمصلحة أبناء هذا الرجل أبناء يحطان جثير طبعا مشاهدين أكرام سنبقى مع مجموعة أخرى من الأخبار المحلية هذه المرة إلى منتخبنا بكرة السلة إذ وافق اتحاد السلة على المشاركة في بطولة البحرين الدولية الرمضانية خلال الفترة من الثاني والعشرين ولغاية السادس والعشرين من الشهر الحالي بينما أعلن مدرب المنتخب الوطني التركي مصطفى دارين عن قائمة المنتخب الأولية للمرحلة النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العنم التي ضمت خمسة عشر لاعبا وقال رئيس الاتحاد الدكتور رسين العميدي أن الاتحاد عقد مؤخرا اجتماعا وتمت فيه الموافقة على المشاركة في بطولة البحرين الدولية التي تشارك فيها أربعة منتخبات هي النصر ولبنان والبحرين والعراق مشيرا إلى أن هذه البطولة ستكون فرصة لاختبار اللاعبين الشباب الجدد بغية اكتساب الخبرة والاحتكاك لا سيما أن نوعيات المنتخبات المشاركة بالبطولة ذات مستويات رفعة أضاف العميدي أن المنتخب سيعود إلى بغداد بعد انتهاء البطولة ثم يغادر مطلع حزيران إلى تركيا للدخول في معسكر هناك ثم يخوض في إسطنبول عددا من المباريات التجربية قبل أن يرحل إلى قطر ليلتقي هناك منتخب كازاخستان في التاسع والعشرين من حزيران ومن ثم يلاقي منتخب قطر في الثاني من تموز المقبل مؤكدا بذلك أن فرصة المنتخب ما زالت قائمة في التأهل إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم مشاهدين بشأن بطولة البحرين الودية سيخوض منتخبنا أولى مبارياته في البطولة أمام نظيره البحريني يوم الخميس المقبل على أن يلتقي في مباراته الثانية أمام نظيره اللبناني يوم الجمعة ويختتم الفريق العراقي مشواره في البطولة بلقاء ثالث أمام المنتخب المصري يوم السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من هذا الشهر يبدو أننا سنبقى مع أخبار كرة السلة إذ أفاد مشاهدين الكرام مصدرون في الاتحاد السلوي بتسمية مساعد لمدرب المنتخب الوطني باللعبة قال المصدر أن الاتحاد قرر تسمية خالد يحيا مساعدا للتركي دارين لقيادة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم يشار إلى أن المدرب خالد يحيا تمكن مؤخرا من قيادة فريق النفط لحصد لقب الدور العراقي الممتاز للموسم المنصر 2017-2018 دعونا مشاهدين الكرام نتحول هذه المرة إلى كرة الصالات حيث أوقعت القرعة نادي نفط الوسط العراقي في مجموعة متوازنة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات لعام 2018 إذ سيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب فريق من فيتنام وكذلك الضفرة الإماراتي وغيونجو الكوري الجنوبي ويشارك في البطولة 16 فريقا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة على أربعة فرق ويتأهد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع نهائي ستقام البطولة في أندونيسيا خلال الفترة من الأول ولغاية الثاني عشر من آب المقبل متواصلين معكم مشاهدين الكرام مع فقرات صدى رياضة لهذا اليوم جمهنا الرياضي صلتنا الضوء مؤخرا على النشاطات الرياضية في الموصل الحدباء وكيف يسعى أهالي ورياضي الموصل في عودة النشاطات الرياضية والحياة الطبيعية لهذه المدينة المهمة في سماء الرياضة العراقية اليوم سنلبي طلبات وصلت البرنامج بإعادة تغطية صدى رياضة للنشاطات الرياضية الأخيرة لأبناء هذه المدينة وسنبدأها من ملعب جامعة الموصل حيث أقيمت مؤخرا مباراة ودية جمعة نجوم وأساطير الفرق العراقية ورواد الكرة في الموصل مشاهدين تفاصيل هذا اللقاء الودي والمعنوي في الوقفة التالية ورمضان مبارك في كرنفال رياضي جميل أقيمت على أرض ملعب جامعة الموصل وبحضور جمهيري كبير مباراة ودية بين نجوم وأساطير الفرق العراقية ورواد الكرة في الموصل وجاء تنظيم المباراة ضمن حملة إعادة الحياة إلى مدينة الموصل ودعم المجال الرياضي وإقامة المباريات فيها بعد إعمار وتأهيل ملعبها وذلك بعد ثلاث سنوات من حرمان الرياضيين في المدينة من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة عرس رياضي حقيقي لقدوم ووطأوا بأقدامهم أرض ملعب جامعة الموصل نجوم الرياضة العراقية أساطير الرياضة العراقية الذين دائما أفرح الشعب العراقي بكل أطياب ببطولاتهم وملاحمهم الكبيرة الكل لازم المعلمية الغاية هي رفع الظلم والحيف عن محافظة وخاصة بالشريحة الرياضية تعرضت المدينة ما تعرضت له من خراب ومن دمار وفي البنى التحتية الخاصة بالرياضة ثم المدينة بصورة عامة الأساطير اليوم كنا في سفرة معهم إلى ملعب نادي الموصل في باب سنجار ثم إلى سفرة المدينة القديمة شاهدوا ما تعرضت له هذه المدينة من دمار ومن خراب بصورة عامة الغاية منها يرسال رسالة للعالم مجمع بين الوضع والوضع جيد جدا في المدينة والوضع بصورة عامة مستبد نتمنى أن هناك التفات من الحكومة المركزية والحكومة المحلية لدعم هذه الشريحة الرياضية بصورة عامة وتحتفي مدينة أم الربيعين بأول عرص رياضي حقيقي ويهدف أبناء المدينة من إقامة هكذا مباريات وبحضور مميز من أساطير الكرة العراقية إلى جذب أنظار الجهات المسؤولة حول العالم إلى الموصل ودعم إعادة الحياة وإعمار البنى التحتية فيها خاصة قطاع الرياضة واليوم تجتمع كل هذه الأسماء من أبناء الوطن في أم الربيعين ليكون التجمع عنوانا للسلام وللمحبة والتلاحم حفظ الحكومة والجهات المسؤولة خاصة في الوزارات وزارة الشباب أنه تهتم بمرافق الشبابية وخاصة نادي الموصب بحاجة إلى ترميم وإعادة تكملة البناء ويعني شفنا المدينة صحيح تأثرنا بالجانب الأيمن ولكن الجانب الأيسر كان الحياة في طبيعية المباراة هي مو مفوز وخسارة بس مباراة أنه إحنا جينا نراول العالم أن المنطقة آمنة والموصل آمنة إن شاء الله وأهلها موجودين ريد البلدنا أو ريد المحافظة التنبني ورغم الإثارة والندية بين أسماء الفريقين إلى أن طابع الفن الكروي الودي كان السمة والعنوان الأبرز لهذه المواجهة والتي انتهت بفوز أساطير الكرة العراقية بهدفين مقابل لا شيء لرواد الكرة في الموصل جمهنا الرياضي الآن مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص خليكم ويانا ورمضانكم مبارك في التنس استعاد الإسباني رفايل ندال صدرت التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب فوزه بلقب بطولة روما قبل أسبوع من بدء الدفاع علق به في بطولة رولانجاروس كرويا احتفل يوفينتوس بتتويجه ببطولة الدور الإيطالي بكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بعد فوزه على فيرونا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من منافسات البطولة وفي الدور الإيطالي أيضا نجح أنتر ميلا من انتزاع المقعد المؤهل لدور أبطال أوروبا من مضيفه لاتسيو بعدما تغلب عليه ثلاثة اثنان وبهذا الفوز انتزع أنتر المركز الرابع المؤهل لدور الأبطال حيث تأهل بأفضلية المواجهة المباشرة على فريق العاصمة سلويا مد داريا المدريد سجله القياسي بحصد لقب بطولة أوروبا لكرة السلة للمرة العاشرة بعد فوزه بـ 85 مقابل 80 على فريق فانر بخشا حمل اللقب في نهائي مثير بين الفريقين اختم برشلونة موسمه في الدور الإسباني بالفوز على ضيفه ريال سوسيداد بهدف اللي لا شيء ضمن الأسبوع الثامن والثلاثين والأخير من البطولة وجاء هدف البرس الوحيد عن طريق البرازيلي كوتينيو وتزعم الأرجاتيني ليونيل ميسي جدول ترتيب هدى في الدور الإسباني هذا الموسم 2017-2018 وفاز باللقب لينهي الأسماء التي دخلت لمنافسته مثل الأرقواني لويس واريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو وأخذ اللاعب الرسام أنيستان بظارته الأخيرة مع فريقه برشلونة على ملعب الكابتنو بعد مواسم حافلة بالانتصارات والألقاب مشاهدين هذه عودة أخرى لنشاطات أبناء الموصل الحباف ضمن برامج إعادة تهيل مصابي الحرب في الموصل أقيمت مباراة بكرة القدم في مدينة أربيل بين فريقين يضمان لاعبين شملتهم البرامج الخاصة لزراعة الأطراف الصناعية المقدمة من المنظمات الخيرية وذلك بهدف تحسين حركتهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وفعلا أثبتوا من خلال هذا التجمع تمسكهم بالأمل والحياة وهم يمارسون الحياة الطبيعية والنشاط الرياضي بكل عزيمة وإصرار مشاهدين تفاصيل أكثر عن الموضوع في الوقفة التالية خلنا نتابع ضمن حملة إعادة الحياة إلى ضحايا الحرب اللعينة في العراق وتحديدا لمصابي مدينة الموصل أقيمت مباراة بكرة القدم في مدينة أربيل بين لاعبي فريقين شملتهم وخدمتهم برامج زراعة الأطراف الصناعية المقدمة من المنظمات الخيرية وقد ساهمت هذه المنظمات بإعادة الأمل لهذه المجموعة من المصابين بعد تحسين حركتهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم خلال النشاط هذا اللي صار أنه قمنا بتزويدهم بأطراف صناعية الأطراف الصناعية هذه تعيدهم للحياة وشفنا النشاط اليوم مثلا عبارة عن نشاط بسيط هو عبارة عن لعبة رياضية بس تعيدهم الثقة بنفسهم أنه أماك فرقهم فرق عن شخص آخر يقدر يمارس حياته يقدر يمارس نشاطاته الرياضية صوبت بالموصل لحياة أرهاب صوبنا وبعدها سجلنا من المنظمات خابرتنا وهي نقلتنا من الموصل إلى أرفيل وزرعونا هذه الأطراف الصناعية يعني دور المنظمات كان مهم جدا وحاليا زرعونا الأطراف ودربنا عليها كملنا وحاليا سيحنا جاينا عبياناتنا فريقين كرة قدم طوبة والحمد لله اللي هي مثل ما يقول الله ثم المنظمات ما قصرت وجودها كان مهم جدا وأي واحد أي معاقع لا يفقد الأمل ورغم شدة وقساوة الإصابات التي تعرض لها أبناء مدينة أم الربيعين ومنها فقدانهم لأطراف من أجسادهم إلا أن المشاركين من المتضررين أثبتوا من خلال هذا النشاط الرياضي تمسكهم بالأمل والحياة وهم يمارسون حياتهم الطبيعية ونشاطاتهم الرياضية بكل إصرار وعزيمة وتحد حالهم حال أي شخص آخر غير مصاب قبل كنت ألعب طوبة عندما صارت هذه الحرب في عمليات التحرير في الموصل نصابيت بطرساقين تحت رقب الآن بعد تسع وتشر ملي صابت لم أكن مشد طرار صناعية لكن هذه المباراة أيضا خلت لنا نصير أمل بعد أزيد بالحياة وكلما في هذه المباراة صارت مرة ثانية يعني خلت لنا أمل بعد أزيد بالحياة أنه نقدر نسوي أي شيء بالنسبة لي أنا طالب مدرسة وإن شاء الله أرجعي عني بما أن نخلو لطراف بعد أرجعي إن شاء الله شل الدراسة وكمل حياتي كيف نستعمل طلاب والعامل والشيء ما حدي له هسا تعوق لنا سبب هذه الحروب من طالب نجات المعنية المسؤولين حكومة العراقية أنه نظروننا بأنه مساعدة يساعدوننا ويبقى هذا التجمع عبارة عن نشاط رياضي بسيط الهدف منه إعادة الروح لمبتوري الأطراف لتأهيلهم نفسيا وبدنيا لكن الجانب الأكبر والأهم أيضا هو الدعم الحكومي فالحياة لها أبعاد أخرى وحقوق ومتطلبات ضرورية مثل تهيئة أجواء العيش في المجتمع بشكل طبيعي المتمثل في إيجاد فرص العمل وتوفير مستلزمات الدراسة والعناية الصحية والخدمات الاجتماعية جمهورنا الرياضي دعونا الآن نتوقف مع فاصل قصير نواصل بعده ما تبقى لنا من فقرات صدى الرياضة خليكم ويانا ورمضانكم مبارك الآن مشاهدين مع مجموعة من الأخبار العالمية بكرة القدم وتحديدا مع نهائيات بطولة الكأس فقد أنقض فريق تشيلسي موسمه بإحرازه كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على ماتشستر يونيتد بهدف مقابل لا شيء على ملعب وانبلي أحرز البلجيكي هازارد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرين وكان فريق تشيلسي في أمس الحاجة لتحقيق الفوز من أجل إرضاء جماهيره بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيخفف هذا الإنجاز الضغط على المدرب أنتونيو كونتي الذي يبدو أن مستقبله مجهولا مع الفريق رغم تحقيق هذا الفوز اعتمد على المهاجم الفرنسي أوليوبي جيرو كرأس حربة بمساندة من البلجيكي هازارد على حساب الإسباني موراتا فيما لعب الفرنسي تيمو باكا يوكو منذ البداية ضمن طريقة اللعب ثلاثة خمسة اثنين مشاهدينا سنبقى مع بطولات الكاس لكن هذه المرة إلى ألمانيا التوجه نادي انترقت فرانكفورت بطلا لكاس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه على حساب بطل البوندس ليغا بايرن ميونيخ عقب فوزه بثلاثية لهدف واستقبل الملعب الأورمبي في برلين المواجهة بين الفريقين وافتتح أنتي ريبيتش التجيلة لفرانكفورت بهدف في الدقيقة الحادية عشرة في الشوط الثاني عادلة ليفاندوفيسكي لبايرن ميونيخ بهدف حمل توقيعه في الدقيقة الثالثة والخمسين في الدقيقة التسعين وقبل إطلاق صفرة النهاية أحرز جايسينوفيتش الهدف الثالث لفرانكفورت معلنا تتويج الفريق باللقب الذي لم يحققه منذ ثلاثين عاما جمعنا الرياضي اليوم سنكمل مشوارنا مع الصفارة العراقية فالكل يعلم أن الحكام جزءا لا يتجزأ من اللعبة الشعبية الأولى في العالم وهي كرة القدم ويعتبر الحكام عنصرا أساسيا ومهما في صنع القرار وعلى رغم من أن الأخطاء التحكمية جزء من اللعبة إلا أن الاعتراضات تكون على أشدها من قبل المتضررين عندما تكون هناك قرارات مجحفة في حقهم اليوم سنصلط الضوء بشكل خاص على دورينا العراقي الكروي وتحديدا على قضاة التحكيم العراقي واللجنة التحكيمية في الاتحاد وانعكاسات المستوى التحكيمي على المستوى الفني العام للكرة العراقية هذه قراءة في أربقة الموضوع خلين نتابع الحكام جزء مهم من معشوقة الملايين وهي الساحرة المستديرة كرة القدم وهم جزء أساسي في صنع القرار لذلك ترى الضغوطات بشكل هائل اتجاه الحكام لكن عندما نتحدث عن الأخطاء التحكيمية قد لا يروق حديثنا وتقريرنا هذا تحديدا للكثيرين وبالحديث عن الأخطاء التحكيمية لا بد من التذكير بأنها جزء من اللعبة ومتعاتها المتجددة ولا تقتصر الأخطاء على ملاعب دون أخرى فهي تحدث في أكبر المحافل الدولية ويرتكبها أشهر حكام الكرة في المعمورة لكن الأخطاء تكون بنسب معقولة وليست بنسب كبيرة وفي كل دور إذا ما تكلمنا بشكل خاص عن دورين العراقي الكروي حيث أن هناك فرق تضررت بشكل كبير من التحكيم دون فرق أخرى وظلمت بقرارات مجحفة لذلك يجب على قضاة التحكيم واللجنة التحكيمية في الاتحاد ألا ينكنوا على هذه العبارة أو الجملة ويبرروا في عدم تطوير أنفسهم من خلال دورات تحكيمية مكثفة أو عمل مدرسة تختص بتخريج الحكام واحتضان المواهب التحكيمية وفي الحقيقة التي نعيشها لم نرى أي نشاط من لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم سوى إصدار العقوبات بشكل مستمر ولنعد إلى ما قبل انطلاق الموسم وأثناء الموسم الماضي أيضا نشبت بعض الخلافات بين حكام الدرجة الأولى والنخبة والدوليين من جانب ومن جانب آخر لجنة الحكام واتحاد كرة القدم بعد رفع بعض الحكام راية العصيان لأسباب كثيرة ومنها عدم استلام الحكام لأجورهم لأكثر من مرحلة كاملة من الدول العراقي ومن جانب آخر هددت بعض مجالس إدارات الأندية باللجوء إلى القضاء حال عدم وجود رادع حقيقي للأخطاء المتكررة في ظل امتلاك وثائق حقيقية تدين عمل لجنة الحكام والأخطاء التحكيمية الكثيرة في مباريات الدور الممتاز ولكن في نهاية الأمر المهم في الموضوع هو أن ترتقي كرة القدم في العراق والتحكيم بشكل خاص إلى مصاف الدول المتقدمة كرويا مشاهدين نكمل مشوارنا مع الصفارة العراقية الآن مع السيد طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الكروي في هذا الجزء المخصص للحديث عن اللجنة التحكيمية في الاتحاد الكروي والمستوى العام للصفارة العراقية فضلا عن أسباب عدم انعقاد مؤتمر لجنة الحكام مع ممثلي الأندية الذي كان من المفترض أن ينعقد مؤخرا مشاهدين الكرام عدسة صدر يضكنت في مقر لجنة الحكام ونقلت لنا إجابات رئيس لجنة الحكام طارق أحمد عن تساؤلاتنا حول ذلك خلين نتابع شكرا جزيلا لنقناتكم في مقر لجنة الحكام كان مؤمل اليوم عقد ورشة عمل من قبل لجنة الحكام على ضوء المبادرة التي طرحها أستاذ علي والاتحاد ولجنة الحكام لكن مع الاسف الحضور كان من 3 إلى 4 ديئة تم تأجيلها لأيام الخادمة إن شاء الله حتى بشهر رمضان ونقلت هذه الندوة من أجل أن نذوب شيء اسمه الاعتراضات الكثيرة على الحكام وعلى قرارات الحكام من أجل نبين لهم إنه شنو كان قانون كل القدم وشنو كان على أساس نعرض لهم أفلام وكان حتى لجنة انضباط حاضرة لجنة مسابقات للمكتب الإعلامي وصاحب المبادرة ولكن مع الاسف الحضور هو اللي خلانا نأجل هذه الندوة ورشة العمل للأيام الخادمة إن شاء الله نعقدها من أجل قلت لك نذوب شيء اسمه التحكيم والأندية وهو نجاح هو شيء اسمه لنجاح كرة القدم في العراق مشاهدين الكرام مستمرون مع السيد طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم وسألنا هذه المرة عن القرارات والأخطاء التحكيمية التي ظهرت بشكل وضح في الدور العراقي الكروي والتي أثرت على نتيجة مباريات وساهمت بضجة كبيرة حول الحالات التحكيمية في المباريات المهمة وكذلك سألنا عن أجور الحكام المتأخرة وعين وصلت لجنة الحكام بهذا الصدد المهم لإعطاء الحكام مستحقاتهم المالية الضرورية نتابع بماذا أجابه إن شاء الله الأيام القادمة وعدوني يعني القناة الناقلة والقناة القناة الناقلة طبعا يعني يوم أمس وعدوني أنه هناك وأيضا أنه مبلغ من مجلس المزارع مدور إذا إجاء وصل إن شاء الله أسبوع القادم سيتم تأزيع جهور الحكام إن شاء الله للأدوار اللي طلبوه ويستحقون ذلك لأنه كلها تروح تدائن وتروح تتحكم البارات مشكورين الحكام ولجة حكام لذلك قنا نسوي مقارنة بين الأخطاء اللي تحدث بأوروبا وبين الحثة دوري الخطر النهائي وبين الحثة بدوري النهائي السعودية نهائي السعودية كان بيها أخطاء كثيرة ومعروض فيديو تكنولوجيا ونفس الشي القطري ونفس الشي دوري أوروبا اللي بين برشلونة وبين بايرون ومعروض كانت أخطاء كبيرة جداً لا تستاوي شيء ما أخطاء الحكام اللي يقومون بها أو اللي تحدث عندنا بالدوري العراقي مشكورين في هذا الضغط النفسي وفي هذه الأحوال والظروف وظروف المادية يعني اللي الحكام العراقي لحد الآن ما مستعمل عجرة ولكن هناك بالمليارات يستلمون الحكام بالأجورهم وبالدولارات يستلمونه لكن احنا كلها ونقول أخطاءنا خليلة نعم أكو أخطاء وأكو نعم أكو مبرات يعني خلينا نقول غيرة نتائج لكن بشكل عام من تحكيم 80% إلى 85% هو ناتح يعني احنا في كثير من المبارات اتغيرت نتائجها اتغيرت نتائجها وأثرت على تسلسل الفرق في الدوري لمبارات كثيرة يعني وصل الحد إلى أنه الدور عشر مبارات ست مبارات أو سبع مبارات فيها أخطاء مؤثرة هذه لأنه احنا أكثر المبارات اللي كانت تلقى لبكي الخمسة أو ستة يعني في أحد الأدوار جميع المبارات التي تم نقلها حدثت فيها أخطاء مؤثرة إذن المبارات التي لم تنقل ماذا حدث فيها يعني إذن تأثير يعني سلبي كبير على المستوى التحكيمي فلذلك نتمنى من لجة الحكام صح عني عضو لجة حكام لكن بعيد في هذه الفترة في الفترة الخمسة شهر الأخيرة بتعادت عن لجة حكام للأسباب التي أدت إلى انخفاض هذا المستوى التحكيمي فلذلك أتمنى من لجة الحكام أن يقتربون من الحكام أن يعيدون التدريب الإسبوعي أن يعيدون التحليل أن يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب وأن تكون المشاركة الفعلية مشاركة فعلية في تسمية الحكام لأنه لما تكون هناك مجموعة لجنة محددة لتنسيب الحكام إذن هناك تكون هناك يعني حيادية وأفضلية وتسمية صحيحة أيضا من النقاط الأخرى اللي أنا أتمنى ومثل ما كنا ماشيين عليها في السنين السابقة أن لما تم تسمية الحكام تنشر في الإعلام وفي الصحف الرسمية قبل يومين لأنه الحكم بصراحة في بعض الأحيان يبلغ قبل ساعتين ثلاث ساعات أو في صباح يوم المباراة وهذا ما يؤثر تأثير سلبي لذلك أن تكون هناك تبليغات للحكام قبل يومين أو ثلاثة حتى الحكم يهيئ نفسه لهذه المباراة من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية مشاهدنا نبقى مع الأستاذ طارق أحمد وطرحنا عليه الجزء المهم في الحوار حول الطريقة والآلية التي تمت لترشيحه مؤخرا لرئاسة لجنة الحكام وتمثيله في اتحاد الكرة وكيف هذا الأمر ولد بعض الإشكالات لقامات معروفة بين الحكام في الوقت نفسه كانت هناك اعتراضات وانسحابات لهذه القامات من لجنة الحكام فمن الطبيعي طلبنا منه توضيح ذلك فضلا عن معرفة ردود فعل اللجنة اتجاه الاعتراضات وأسباب اعتراض حكام السابقين على ترشيحه لتمثيل الحكام في اتحاد الكرة خلينا نتابع ماذا قال الانتخابات دائما أكو مرات بالتسكية الصير أنت قاعد ببيتك قل لك فلان فاز بالتسكية ناس رغبت له أكو لاحة تم تطبيقها هذا اللاحة هي الحكام اللي بداخل القائمة 14 حكام دولي اللي هما يسمونهم الحكام العاملين وأكو حكام خارج القائمة اللي هما يسمونهم دوليين خارج القائمة اللي بداخل القائمة 14 هي اللي تنتخب واللي خارج ترشح هذا العمل يعني بالمقابل مشاهدين الكرام يعني كانت لصداء رياضة وقفة سابقة مع قامات معروفة في أسرة التحكيم وتحديدا من المعترضين يعني فسألناهم عن أسباب اعتراضهم على اختياره طارق أحمد رئيسا للجنة الحكام وما وراء هذا الاعتراض مشاهدين الوقفة التالية مع الحكمين الدوليين السابقين حازم حسين ورع السليم نتابع ماذا قال بصراحة الأخ طارق أحمد الآن هو رئيسة الحكام منذ عام 2001 أو 2002 يعني لسنوات طويلة للأمانة الأخ طارق أحمد قلت لك هاي الفترة كل هو يدير لجة الحكام احنا ما عدنا اختلاف احنا الاختلاف ماكو مشكلة يبقى الأخ طارق يبيجي أي شخص آخر لكن طريقة طريقة يعني الاختيار هي كانت مخطوئة وأتاء يعني الإعلام التطرق لحنا بصراحة حتى ما بلغنا ما بلغنا بموعد اجتماع حتى في سبيل الاختيار ومثل الحكام في الاتحاد الذي حدث لم يكن هناك انتخاب لم تكن هناك لم يكن هناك صندوق انتخابي لم تكن هناك عملية انتخابية لم تكن هناك أوراق وضعت في الصندوق وكل الذي حدث اختيار يعني بالتواقع اختيار بالتواقع من قبل الحكام العاملين حكام الدوليين العاملين وهذا خطأ بصراحة لأنه 14 حكم هم اللي يختارون يعني الحكم عامل يختار باحترام الحكام العاملين الحكم عامل يختار حكم يختار مسؤولة يعني بصراحة صعبة صراحة يعني أنا أقدم الطعن مثل عن الحكام الدولي السابقين لعدم موجود انتخابات لموثل الحكام جميع الإعلام أعتقد تابع انتخابات اللاعبين الدوليين والمدربين كانت هناك قاعة وهناك حضور للإعلام وحضور لجنة المشكلة لانتخابات وعضاء اتحاد كرة القدم وكان هناك اقتراع سري فقط لجنة الحكام جرت بشكل سري إذا كانت هناك انتخابات حسب ما أعلنهم من خلال الإعلام انه تم تمثيل السيد طارق أحمر لموثل عن الحكام وهي غير شرعية وغير قانونية وغير مطابقة للمادة 54 لذلك تصديت لهذه المسألة باعتبار هناك حقوق للحكام الدوليين السابقين بان يقوموا بانتخاب ممثلهم بشكل شرعي وقانوني وبحضور لها العامة البالغة اكثر من 60 حكم وحسب تصريحات السيد رئيس الليجنة يقول 14 حكم دوليين هم اللي صوتوا لي وبإمكان الحكام الدوليين السابقين أن يرشحون فقط إذن لا إحنا حضرنا ولا رشحنا ولا كانت هناك أي انتخابات ممثل حكام لذلك قدمت الطعن وتم للأسف ليس رفضه وإنما ادعوا بأنه ليس من اختصاصهم وإنما من اختصاص الليجنة المشرفة عن انتخابات ممثل حكام هو أصل لا وجود لأي لجنة مشكلة انتخابات ممثل حكام للأسف جيرة هاي المسألة لأنه الطلب مالي شرعي وقانوني تحول إلى أنه مسألة شخصية بين طهرق أحمد رعى السليم إحنا صراحة إذا أكو هناك مسألة شخصية أو خلاف هو حول برنامج التلحكم برنامج فني قانوني يظهر الحالات التحكمية للحكام ولكن هذا مشكلة بالنسبة لجنة الحكام إذا كان أكو خلاف فهو حول هاي المسألة أما مسألة تقديم الطعن بالنسبة لي ليس له أي علاقة شخصية لا بسيد طهرق ولا بأي أحد في اتحاد كرة القدم فقط للمطالبة بحقوقنا كحكام دوليين سابقين من تخون أن انتخابات حسب المادة 54 لقانون الانتخابات تكون شرعية وقانونية رأيك أنه انتخابات اتحاد كرة القدم هل ستنظيفي وما هو 30 وهل سينجح المعترضون في محكمة كاس؟ والله إن شاء الله طالما أنه هناك خروقات كبيرة في اختيار الممثلين وهناك لوائح غير صحيحة قد وضعت فأعتقد الشكوة ستذهب إلى محكمة كاس ومحكمة كاس خلال 21 يوم ستبت بالموضوع كما سابقا هناك تقدمت الشكوة للاتحاد العراقي السابق في محكمة الكاوس تم إلغاء الاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لذلك أعتقد الانتخابات الحالية لن تذهب في 31 من الشهر القادم وإنما سيكون رأي لمحكمة كاس للخلافة للخروقات الموجودة الحالية في تمثيل للهيئة العامة لاتحاد كرة القدم جمهورنا الرياضي طالما دخلنا بأعماق الموضوع وكيف تم طريقة اختيار رئيس لجنة الحكام دعونا نعود مرة أخرى إلى السيد طارق أحمد الذي وجه بدوره سؤالا للمعترضين حول الطريقة التي تمت لترشيح لجان أخرى مثل لجنة اللاعبين وكذلك المدربين دعونا نتابع زيان أنا رحل سأل سؤال للي يهترض هو المدربين واللاعبين قمت الانتخابات وجاموا الهي العامة cooked نتخاب 6 جان في قصد نجدة لجنة و registered لجنة لعبين هذه الليل هي اللي رشحت واحد انتخبطه ليست انتخبط هؤلاء قلنا 14 و لكن داخل قائمة انتخبت هؤلاء اللي رشحتهم و صارت لجنة مدربين و لكن Plan ولجنة لعبين رشحت واحد من انتخبه رشحت واحد اللاعبين رشحوا واحد المدربين رشحوا واحد لماذا لا يترضى على ذلك لا يترضى على ذلك سوواهم الندوة وسووا عقد يعني الاجتماع لهم رشحوا مجموعة لجنة حكام ما شاء الله لجنة حكام موجودة تعمل صار هربر سبانات تعمل وعدها لاحة الميقرأ لاحة ليس مسؤوليتي ولم يتابعوا بحضر للتحاد ليس مسؤوليتي أنا ما رحبه وسئدة أقول تعال أحذر ترى رحصل الانتخابات صارت الانتخابات والانتخابات الدليل هو الشخص اللي دائما يتي خلي روحي جمالي اثنين ثلاثة يكتب يقول يابا احنا مريد طارق احمد ثلاثة اربعة من داخل خلي نقول من داخل القائمة اللي هم الحكام العاملين خلي روحي يجيب له ثلاثة اربعة من الأدو واني يابا مستعد أتناثر وسألوا انتخابات جديدة مشاهدين نحن بدورنا سألنا الحكام الدولي السابق حازم حسين في حوارنا معهم مؤخرا عن طريقة الانتخابات الخاصة بلجان أخرى مثل لجنة اللاعبين والمدربين وهل هناك اختلافا من حيث الطريقة والآلية وهل انتخابات رابطة اللاعبين والمدربين ربما هي تابعة لشروط الفيفا تعالوا نتابع ماذا أجاب الحكام الدولي السابق حازم حسين خلي نشوف اذا شاهدنا ممثل اللاعبين الاخ يونس اللي يتبع اختياره هو ومجموعة معاه لم يكن هناك اي لاعب يلعب الان كل اللاعبين كانوا معتزلين كل الاشارة كل اللاعبين وكذلك المدربين اذا يجب ان يتم الاختيار اختيار ممثل الحكام من قبل هيئة عامة للجة الحكام اللي تتكون من الحكام الدوليين السابقين الغير عاملين يعني معتزلين التحكيم هؤلاء فقط هم اللي يقررون من يمثلون في لجة الحكام لأنه مثل ما تعرف سيد بلال بأنه الحكم العامل الحكم العامل يكون صاحب مصلحة سواء سلبا او ايجابا تتأثر مصلحته سلبا او ايجابا اذا كان علاقته ويلي اختارها جيدة راح يختارها واذا لم تكن جيدة فما راح يختارها اذا بالحالتين يكون الاختيار غير موفق فلذلك احنا الاختلاف على الالية وليس على الاشخاص لا لا نفس الاختيار ليش اختلاف هو اختيار موثل الحكام او موثل اللاعبين او موثل المدربين هناك ماكو لاعب عامل يعني يلعب لحد الان كلهم اللاعبين معتزين ليش بالحكام الحكام العاملين هم فقط هذا ترى بالاتحاد الدول والاتحادات ما يسمح به ابدا يعني مستحيل يسمح به هاي الطريقة لانه الهيئة العامة للجة الحكام هم الحكام الغير عاملين المعتزلين فقط مشاهدين وبالنسبة الى عمق الصراحة في حوارنا مع الحكم الدولي السابق حازم عسين يعني سألناه بان هناك بعض الاقاويل تشير الى ان وراء اعتراضكم مع عدد من الحكام الدوليين السابقين على اختيار السيد طارق احمد رئيسا للجنة الحكام تعود لرغبتكم الشخصية في الترشح لتسلم المهام بدلا عنه فأكدنا عليه بماذا تقول حول هذه الاقاويل فاجابه هو للامانة اذا اتكلم يعني هو حق وطموح لكل واحد يعني احنا بصراحة اذا بهذا سيب هالعمر ما ناخد دورنا يعني اذا شوف لجان الحكام لجان الحكام اللي في كل دول الجوار كل دول الجوار اتغيرت من 2003 لحد الان ثلاث مرات كل لجان اقل شي مرتين اقل شي ما شاهدنا لحد الان لجنة حكام المفضل هي دورة انتخابية دورة انتخابية دور الاتحاد اربع سنوات تكون هي اللجنة لانه يعني الفترة الطويلة ايضا تولد الملل تولد الملل صير رتابة بالعمل يعني انت الحكم خاصا الحكام يعني لازم يكون رئيس اللجنة اول اعضاء اللجنة يكونون قريبين عننا قريبين عننا في كل شي في كل شي من ناحية العمر من ناحية التفكير من كل هاي النواحي يجب ان يكون قريب على الحكم يعني ما ما قوله 17-18 سنة يبقى نفس الشخص يعني حتى هي سمعة غير طيبة بالنسبة لدول الاتحادات الخارجية يقولك 17-18 سنة نفس نفس الشخص اذا انتم معدكم اذا انتم معدكم هاي اساء اننا احنا كحكام يعني معتزلين كأعضاء لجنة يعني الى متى تبقى تشتغل عضو لجنة 17-18 سنة يعني 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 شوفها يعني ليس من العدالة جمهنا ارياضي دعونا الان نتوقفوا مع فاصل قصير نواصل بعدهما تبقى لنا من فقرة صدرياضة خليكم ويانا تابعي بلال بلال بتدع ماعرف تابعو جمهورنا الرياضي هذه عودة إلى الأخبار العالمية المنوعة فيما تبقى لنا من وقت مسموح لهذا اليوم سنذهب سريعا إلى الألماني يورغين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الذي يعتقد أن لاعبه المصري محمد صلاح لا يزال أمامه وقت طويل جدا قبل أن يتم اعتباره على قدم المساواة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ناجم ريال مدريد الإسباني يأتي ذلك قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل في نهاية بطولة دور أبطال أوروبا بمدينة كييف الأوكرانية وأضاف كلوب لقد لعب صلاح موسما رائعا لكن كريستيانو لعب 15 موسما مثل هذا وأضاف المدرب الألماني الآن لدينا ميسي ورونالدو الذين سيطروا على عالم كرة القدم لبضع سنوات وهما يتواجدان في اللحظات الأخيرة والحاسمة وفي المكان المناسب لتسجيل هدف وهذا طبعا هو أصعب شيء في عالم كرة القدم لذلك هما في مكانتهما الحالية وعن النهائي أمام الريال أكد كلوب أنه لن يتخلى عن الطريقة الهجومية لفريقه مهما كانت النتيجة موسيقى مشاهدين الكرام بالمقابل وعند الريال أكد مدرب ريال المدريد الإسباني بكرة القدم زين الدين زيدان وعن عقب مباراة فريقه أمام بياريال ضمن جولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من منافسات الليغة أكد زيدان جازية لاعبي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفر بول الإنجليزي في السادس والعشرين من الشهر الحالي وقال زيدان في تصريحاته الصحفية أنه من الجيد الوصول إلى المباراة النهائية وأعتقد أن جميع عناصر الفريق مستعدة لخفض النهائي المرتقب حيث ستكون المباراة الأخيرة والأجمل لنا في هذا الموسم يبدو أننا مشاهدنا الكرام سنبقى مع أخبار الريال إذ كشف داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني عن جاهزيته لمشاركته مع الفريق الملكي ضد ليفر بول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا وقال كارفاخال لعدد من الصحف الإسبانية أنه يشعر بارتياح كبير لما قدمه في مباراة فريقه الأخيرة أمام فيا ريال بالرغم من ابتعاده عن الفريق في الأسابيع الماضية مؤكدا أنه يتمتع بجاهزية تامة لنهاء دوري الأبطال وأضاف أن نهائي الأبطال يشغل تفكير جميع اللاعبين لكن دون شك سوف نركز بالكامل أمام فريق كبير مثل ليفر بول لأنها ستكون أجمل مباراة لنا في هذا الموسم مشاهدين الكرام هذا ما لدينا من أخبار ومن وقت مسموح لهذا اليوم أنقل لكم تحيات أسرة صداء الرياضة أنا بالتأكيد دائما وعبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع هذه تحياتي بنا البداء مع السلامة